فمن أنه الإمام الصادق واضح شي يحب وواضح شي يقرأ القرآن الكريم قال الله يحب والله لا يحب فأنت شوف ابحث حتى تكون هذا الإنسان النموذج المتفقه اللي قال الإمام الصادق المتفقه فقلنا اتفقه الجانب الأول من عنده هو معرفة الدين الجانب الثاني من التفقه حتى يكون الإنسان متفقه ويكون عالف يفتهم يعني معرفة الواقع أمير المؤمنين يقول العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس يعني أنت كنت تعرف الزمان معرفة الزمان شنو معرفة الزمان يعني معرفة الحياة شون تمشي معرفة عدوك منه وليك منه لأنه أنت من تروح السيد الشهداء عليه السلام وتوقف قدامه أكو قضية لازم تلتفت لها أنت تقر بيها قدام سيد الشهداء تقل لي سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم هذا إقرار ياخذ من عندك سيد الشهداء هذا الإقرار مو زيارة هذا هو حياتك لازم تصيغها على هذا الأساس كنت تعرف أنت منه عدو آل محمد حتى تعاديه وتعرف منه ولي آل محمد حتى تواليه وتعرف منه حرب لآل محمد حتى تحاربه وتعرف منه السلم لآل محمد حتى سالمه شايفين هذه السحنة مثلا عندنا بعض الإخوة هذول الشيعة اللي موجودين بلندن وغير لندن يقول لك إحنا رافضة زين أنت رافضة شنو رفضت مثلا قاعد أنت بلندن معزز مكرم والأمور طيبة وقنوات فضائية وفلوس أنت له رافض حقيقي وعدو لمن عاد آل محمد وحرب لمن حارب آل محمد هو اليوم المحارب الأول لآل محمد أمريكا وبريطانيا هما ذول العدو الأول والمحارب الأول تقول الوهابية طلع الرئيس الأمريكي بلسانة قال إحنا السعودية إذا شلنا إيدنا عدها أسبوع ما تبقى قالهم إحنا إذا نوقف الدعم 15 وظلهم تحشون فارسي يأخذوكم الشيعة وظلهم تحشون فارسي زيان أنت بعد إذا الأمريكي قلت لك أنا اللي مقوم السعودية وانا أسبوع إذا شيل أيدي السعودية تروح بعد التلأو لتعادي السعودية لتعادي أمريكا فهذا صاحبنا قاعد بريطانيا وقل لك إحنا الرافضة عمي الرافضي هو الذي يعادي أعداء آل محمد الرافضي مو يعادي السنة فقط شوف منهم عادي هو أكو مشروع محاربة لآل محمد إذا مو تدعمه بريطانيا وتموله بريطانيا وتخطط له بريطانيا هو العدو الأول لآل محمد وذول الأمريكان والبريطانيين والصهايين والأوربيين هذول الجماعة هنا كلهم ميش كلهم شطل يعني كلهم معلقينهم تعليق وإلا العدو الأول هو الاستكبار العالمي فأنت لما نضيع عندك البوصلة وما تدري بالدنيا طشت له رشت شو حسبالك حسبالك العدو الأول هو السني هو السني لو ما جاي يستلم فلوس من الأمريكان ويستلم فلوس من البريطانيين ويستلم خطط ودعم كل شي ما يزوي حالة 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 ضيم حالة وهو البريطاني نفسه يقول عم إحنا ذا شلنا إيدنا أسبوع ما تطولون التهم والحمد لله فمننا معرفة الزمان من أهم مقوماتها اللي أنت داخل في صميم الثورة الحسينية هي معرفة العداوات من تقول لحرب لمن حاربكم هنانا الإمام الحسين يأخذ عليك الإقرار أنه أنت لازم تكون محارم واحد يقول لك أنا ما لي علاقة وما لي شغل وليش أنا أدخل نفسي شاته مو قتلي الحسين حرب لمن حاربكم شاته شينة الشاقة مثلا من وقفة أقبال سيد شهداء سيد شهداء قتلي أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي ليش الإمام بدأك بهذه المقدمة حتى من تقول لك حرب لمن حاربكم يريد يقول لك ترى جاي سمعك ترى هو أقبالك جاي سمعك بعد من تقول لك حرب لازم تكون محارب هو الحسين يفرض عليك أن تكون محارب لمن حاربهم أما أنت تنقرب عندك البوصلة توالي من عاداهم وتعادي من والاهم وتحارب من سالمهم وتسالم من حاربهم معنى أنه أنت الأمور كلها عندك مقلوبة على البطانة لذلك أمير المؤمنين يقول العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس أنت مرضاة تعرف الدين بس الواقع ما تعرفه لذلك إحنا الدين يمت نطبقه نطبقه من نعرف الواقع أجيت أنا هسه لقيت لي هنا أنا نقطة حمراء أنا أعرف الدم نجس بس ما أعرف هاي النقطة دم حتى أجتنبها لو مو دم حتى ما أجتنبها معرفة الواقع هي اللي تخليني أطبق الدين تطبيق صحيح إذا ته علي الواقع ما أعرف شا سوي أسه ما أدر هذا دم مو دم من أعرف هذا دم أجتنبه من أعرف هذا مو دم ما أجتنبه أجيت لقيت غلاس غلاس بيفت شيء مثلا أحمر أخضر أسه ما أدر هذا خمر مو خمر فما أدر أشربه ما أشربه إذا ما أعرفت الواقع معرفة دقيقة ظلتايه مع معرفتك بالدين تتعرف أن الخمر حرام بس بما أنه أنت ما تعرف هذا خمر لوم وخمر شا الظلم الظلم تيه أقول لك هذا أشربه ما أشربه لكن إذا عرفت هذا خمر تجتنبه إذا عرفت هذا عصير تشربه وأنت مرتاح فمعرفة الدين بحدها ما تمكنك من التطبيق لأن تطبيق الدين مرتبط بالواقع الواقع هو اللي حدد التطبيق إن كان هذا القدح خمراً وجب عليك اجتنابه أما إذا كان عصير فلا يجب عليك اجتنابه إن كان هذا دم فيجب عليك اجتنابه إذا ما كان دم فلا يجب عليك اجتنابه فأنت مننا لازم تلتفت مننا لازم تلتفت أن معرفة الواقع إلها مدخلية مهمة في معرفة الدين وتطبيق الدين فالتفقهم تقوم بذن الأمرين معرفة الدين ومعرفة الواقع هنا تصير أنت متفقه لذلك كثير كثير من اللي ما خرجوا مع الحسين عليه السلام هم شنو كانت مشكلتهم كانت مشكلتهم ما يدرون لحسين على حق لحسين على باطل لذلك يقولون ما لنا والدخول بين الصلاطين احنا ما ندري والله الحسين ثائر على كرسي لو ثائر لا الله هم يعرفون أنه الظلم والظالم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا بس يقول لك والله احنا ما اجلنا ندري الحسين عليه السلام يعني لذلك هو قالهم اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لفضول الحطام لا تنافسا في الظلم أنه وضيع قط لا تنافسد لقد انظążأ منا